أعزائي المشاهدين لقد سبق وتكلمنا عن اليهود وكيف تحول اعترافهم بنبوة سيد العرب وقائدهم إلى الطعن فيها واعتبارها نبوة مزيفة بعدما خرجوا من الضيق والخوف المسلط عليهم من البيزنطية حيث أمر الإمبراطور هرقل بتنصيرهم أو طردهم من ديارهم بعد سنة 628 ميلادية كما يخبرنا المؤرخ الأرميني سيبيوس ووتيقة تعليمي عقوب دكترينا جاكوبي وظن اليهود أن نبوة دانييل التي نقرأها في الإصحاح 12 قد جاء زمنها والتي تقول وفي ذلك الوقت يقوم مخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك ويكون زمن ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت وفي ذلك الوقت ينجى شعبك كل من يوجد مكتوبا في السفر ولكن حين انتصر العرب واليهود على البيزنطيين زال هذا الخوف ورجع معظم هؤلاء اليهود عن الاعتراف بهذه النبوة أي نبوة محمد أما الأيام الأخيرة التي تحدثنا عنها سابقا واقتراب الساعة بالنسبة للمسيحيين في تلك الفترة فقد كانت تتجلى في الحروب الطاحنة بين البيزنطيين والفرس خاصة بين سنة 614 و 628 ميلادية وأثناء الغزو العربي جعلتهم يعتقدون باقتراب الساعة والمجيء الثاني للمسيح واقتراب موعد آخر الأيام كما هو في صفر الرؤية ليحنى اللهوتي وهو آخر أصفار الكتاب المقدس بحسب العقيدة المسيحية وبعد الغزو العربي اليهودي تسلط العرب على رقابهم واعتبروا المسيحيين هذا العقاب من الله على ضعف إيمانهم وكما أن نبي العرب لم يكن بعيدا عن هذا الفكر خصوصا في ظل وجود إشارة لذلك كما نجد في صورة محمد الآية 18 فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراءهم يعني ظهرت معالمها فمع الانتظار الطويل من اليهود والمسيحيين وحتى العرب لاقتراب الساعة وهو ما يسمى بالأبوكاليبس فلم يحدث أي شيء تحول الأمر من موضوع ديني عقائدي إلى صراع سياسي بين القوى الموجودة على الساحة الشيء الذي يفسر الصراع بين معاوية ومقتل أبو تراب بين قوسين علي بن أبي طالب كما علمنا من الحولية المارونية سابقا نعود الآن إلى فرقة الأخرى وهي فرقة النصارى الكافرة بحسب القرآن وهم الذين يقولون إن المسيح ابن الله كما جاء في صورة التوبة الآية 30 وأصل الكلمة ليست من نصرة المسيح كما رجح أستاذنا محمد عبد الجابري في كتابه مدخل إلى القرآن الكريم وذلك في صورة الصف الآية 14 وإنما من كلمة نصرت باللغة الأرامية ونزرت باللغة العبرية ونزرت باللغة اليونانية نسبة لبلدة الناصرة حيث نشأ السيد المسيح فهذه البلدة كانت صغيرة محتقرة أو محقورة بين المدن في الجليل كما جاء في إنجيل يحنى الإصحاح الأول العدد 46 عن نتنائيل أمن الناصرة يمكن أن يكون شيء صالح رغم أن نتنائيل نفسه من الناصرة من المعروف بأن المسيح دعي ناصرياً كما هو في إنجيل متى الإصحاح 2 العدد 23 سيدعى ناصرياً وبعد موت وقيامة وصعود هذا الناصري بدأ الخلاف بين أتباعه من اليهود وغير اليهود ومن من كانوا يبشرون غير اليهود بالمسيح على مسألة الختان المؤمنين الجدد من غير أصل يهودي طبعاً كما ورد في أعمال الرسل صحاح 11 العدد 2 وعدم تطبيقهم لشريعة موسى فيعلن أحد الرسل وهو واحد من أعمدة الكنيسة الأولى اسمه يعقوب البار أو يعقوب القديس في أعمال الرسل الإصحاح 15 الآية 20 عن وصية لهؤلاء المؤمنون الجدد بأن يمتنعوا عن الأكل من الدبائح النجسة كالخنزير مثلاً المقربة للأصنام وعن ارتكاب الزنا وعن تناول لحوم الحيوانات المخنوقة وعن الدم وهي نفس المحرمات التي تحدث عنها القرآن في صورة المائد الآية 3 حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمخنقة والموقودة والمتردية والناطحة وما أكل السبوع إلا ما دكيتم وما دبح على النصبي إلى آخره وتحريم الزنا جاء في صورة الإسراء الآية 32 إلى آخره فكل من آمن بالمسيح حينها من اليهود وغير يهود أخذوا اسم نازاريتس أو نازاريين النصارى بلسان العرب وأول تسمية للفرقة الأساسية لهؤلاء النصارى بالمسيحيين كانت في كنيسة أنطاكيا بحسب أعمال الرسول 11 العدد 26 وذلك في البدايات المنتصف الثاني من القرن الأول الميلادي وكانت هناك فرقة أخرى أشارت إليها رسائل بولوس في رسالته لكنيسة أهل أغلاطية حيث يقول عنهم قوم يزعجونكم ويريدون أن يحولوا إنجيل المسيح أي بشارة المسيح وينصح أي بولوس في كلامه المؤمنين في كنيسة غلاطية ويحدرهم من هؤلاء بقوله ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناثيما أي ملعونا هؤلاء المزعجون بحسب الرسول بولوس يقول عنهم كذلك في الإصحاح التاني من نفس الرسالة الإخوة الكذبة المدخلين خفية وصارت مواجهة بينه وبين الرسول بوترس ولامه كما لام يعقوب البار على أنه كان خائفا من الذين هم من الختام في العددين 11 و12 وفي بداية الإصحاح التالت أشار إلى بعضهم بالغباء أيها الغلاطيون الأغبياء من رقاكم أي بين قوسين من صحركم بالرقية حتى لا تدعينوا للحق أي حتى لا تخضعوا للحق أنتم الذين أمام عيونكم قد رسم يسوع المسيح بينكم مصلوبا وكرر كلمة غباء مرة أخرى وسألهم سؤالا يحتاج فعلا لجواب أبعدما تدأتم بالروح تكملون الآن بالجسد فنعت هؤلاء المزعجون بالغباء يعني أنهم غير عقلاء فقراء الفكر والمعرفة وبهذا النعت أصبحوا معروفين بالفقراء الفقراء أو الفرقة الأبيونية المشتقة من الكلمة العبرية إبيونيم معناها فقراء نكتفي بهذا القدر شكرا للمشاهدة نراكم في الحلقة القادمة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة